اه ها هي المزرعة التي سنمضي بها الساعات الثلاثة المقبلة لقد اقتربنا حمدا لله على سلامتكم يا ابنائي اتمنى ان تقضوا وقتا ممتعا في رحلة اليوم والان هل اتفقتم على ما تريدون فعله؟ المنظر هنا جميل اقترح ان نقيم مصابقة ثقافية في الهواء الطلق وانا ارى المكان واسعا واقترح ان نقيم مباراة قوية في كرة القدم حسنا خالد ناصر بذر فواز وسامي انتم التلاميذ المسؤولون عن تقرير النشاط الذي سيتم في الرحلة وساترككم سويا لتتشاوروا وتقرروا فلنتشاور سويا ونرى ما الذي سنتفق عليه انا اوافق على رأي ناصر المسابقة الثقافية فكرة جيدة وانا ايضا اوافق على فكرة المسابقة الثقافية لا فائدة مما نفعله ولن انتظر مشورتكم المضيعة للوقت ساجمع عددا من التلاميذ ونبدأ اللعب وحدنا هيا يا اولاد كل مجموعة سأوجه لها سؤالا تتشاورون ثم تختارون تلميذا منكم ليجيب فكروا جيدا وتشاوروا قبل الاجابة ستكون منافسة صعبة ولكنها ممتعة ترى اين سامي ما الامر يا سامي لماذا انت هنا وحيدا لقد تشاور اصدقائي واتفقوا على اقامة مسابقة ثقافية وليس كرة القدم اها اذا اصبحت وحيدا لانك خرجت عن شوري اصدقائي يبدو انني اخطأت عندما صممت على لعب الكرة لا اجد احدا يشاركني التشاور بين الاصدقاء هو امر مهم خصوصا في مثل هذه الرحلات انظر لقد اصبحت وحيدا لانك خرجت عن شوريه هذا درس بسيط لك ويبدو انك فاهمته جيدا لكن لا علي يمكنك الان العودة لاصدقائك ومشاركتهم المسابقة حقا؟ اشتركوا في القناة